نمر للشأن التقوية أين شهد وزير الطاقة والمناجم وكذلك رئيس المنظمة الأفريقية للدول المنتجة للبترول محمد عرقاب بالجهود المبذولة من أجل إصلاح المنظمة وقال خلال كلمته أمام أعضاء المنظمة الأفريقية لدول المنتجة للبترول لقد شرعنا بالإصلاح اعترافا بالتحديات التي تواجه صناعة النفط والغاز بإفريقيا وأشار عرقاب أنها تحديات ستصبح أكثر وضوحا مع صعي العالم للتحول من الوقود الأحفوري أقول إلى مصادر الطاقة المتجددة وكذلك تسارع التحول التقوي فإن التمويل الدولي يتوجه نحو الاستثمارات في مجالات أخرى وينطبق الشيء نفسه على البحث والتطوير حيث يتم توجيه الجهود وكذلك تمويل بشكل أكبر نحو الطاقة النظيفة ودع الوزير للمنظمة الإفريقية وضع اللبنات الأولى للجهود مشتركة ومتضامنة لتدعم التعاون في المجال للمحروقات